واحد بيقول لي أنا برسم له حد نية للكنيس والعموم الناس هل هي شرك بالله؟ وعن ما كسر الوصية لا تصنع لك تمثالا ولا صورة للعبادة لأن أغلب الكنيس موجود فيها صور قديسين هل هي كسر الوصية؟ طب إذا أحد المؤمنين ركع أمام صورة قديس وطلب الشفاعة هيك أنا بكون شريك بالخطية لأن أنا من رسم الصورة أريد توضيح ذلك شوفي حبيبي الله يتعامل بنية الإنسان إحنا الصور اللي في الكنيس ما هيش أوسان الصور اللي في الكنيس دي لغة لأن الرسم لغة تعبيرية لما رسم صورة للعذرة دي لغة تفكم تفهمني مين هي العذرة لكن هل هي الصورة هي العذرة؟ طبعا لا لأن الوسانين لما كانوا يعملوا وسان كانوا يعملوا في المعبد صورة وسان واحد يعني مثلا مصريين يعملوا صورة للإله رعا في نفس المعبد لكن أنت لو دخلت الكنيسة عندنا تلاقي خمس ست صور للعذرة سبع ثمان صور للمسيح طبعا لو إحنا بنعبد إحنا بنعبد سبع عذرة ولا سبع مسيح؟ لا دي صورة تعبيرية لما بقف قدام الصورة وحس بالخشوع ليس للصورة ولكن لصاحب الصورة ربنا لما قال لهم لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما لا تسجد لهن ولا تعبدهن إحنا لا بنسجد سجود العبادة ولا بنعبدهم أنا مش بقولي الأيقونة دي هترد علي أنا بقف قدام الأيقونة وصلي وأقول طلبت صلوات العذرة فين العذرة في الأيقونة؟ لا في الفردوس فين مارجرجس في الأيقونة؟ لا في الفردوس أنا طلبت صلواته عشان كده نلاحظ إن ربنا أمر موسى إن يعمل كاروبين من الدهب طب الكاروبين ده تمثال ويحطوا على تابوت العهد كاروب من هنا وكاروب من هنا بأجناحة من الدهب كانوا بيرسموا صور للكاروبين في الهيكل بتاع سليمان لو ربنا مش عايزوا الصور خالص لا دي صور للتزيين وللتبيين لإني الناس اللي ما بتعرفش تقرأ تقدر تقرأ عن طريق الصورة لغة يعني مثلا أنا لما بمسك الكتاب المقدس ده وأقرأ الآية هل الورقة هي اللي ادتني الآية؟ لا دي الورقة عادية بس الآية هي اللي بتقدس الحاجة عشان كده ما تبقاش متدايق لو بعدين ما فيش دلوقت في الزمن بتاعنا ان حد بيعتبر ان الصور دي هي الاله وهي السجود ليها وهي العبادة ليها ده موضوع انتهى لكن فيه عبادة تانية ايه هي؟ الطمع ما ده عبادة أوسان عبادة الزات انك ترفع ذاتك عن ربنا اهو ده وسان المال ومحبتك وجريتك وراء المال اهو ده وسان ده اللي خايف ما تخافش من اي صور تسمها واسأل كل الناس لما يجي يصلي قدام صورة العذرة هل دي العذرة نفسها؟ ما هو عنده ايمان ان العذرة فوق وحتى جاسدها تأخذ هيقولك لا ده هي صورتها والصورة هي عبارة عن تسكار اشتركوا في القناة